فوز نيجيريا النهاردة تاني انتصالات الافريقية في المنديال بعد السنغال هل نيجيريا ركز في السؤال ده صغير؟ هل ممكن تكسب الارجنتين تتاهل إلى دور التاني؟ اعتقد ان ماتش الارجنتين ونيجيريا سيكون من احلى الماتشات في الدور الاول ده حقيقي الماتش فوز نيجيريا النهاردة والاداء اللي قدمته نيجيريا على ايسلندا ابهرنا جميعا بصراحة خصوصا ما هي كانت خسرت الجولة اللي فاتت فماتش الارجنتين سيكون من احلى وامتع الماتشات في الدور الاول شفت احمد موسى النهاردة ده أقدم اداء رائع يعني مثال للمهاجم اقسم بلا انت ختام العرب سين مثال نموذج لرأس الحرب يعني سواء في الهدف الاول او في الهدف التاني شفت الهدف الاول شفت العرضية واستلم وحط ازاي وحط ازاي الكرة والهدف التاني برضو بيبين لك ازاي مهاجم بيمتاز بقوة بدنية والتحمية حتى المدفع في ظهره ودخل التمنتاشر ورقص الجول وحطها لا بجد يعني مهاجم فعلا لغبار عليه واعتقد ان هو يمسل خطورة كبيرة جدا على منتخب الارجنتين في الماتش الجاي وماتش مش يبقى ساحل نهاء خصوصا لاتنين ليهم فرص كبيرة في التقاه طب نيجيريا موسى ما بدأش الماتش اللي فات النهر ده بيبدأ بيتقال مدرب المنتخب النيجيري بيغير الطريقة من 4-2-3-1-5-2 في ظرف 4 ايام بيحقق نتيجة مغيرة تماما لماتش كرواتي الفكر بتاع المدربين ده تغيير الطريقة هل بيحتاج إلى مخاطرة ولا ممكن ينجح لو اللعيبة حافظة للتقتيج انت كانت في نقطة مهمة جدا يمكن منتخب برضو نيجيريا من المنتخبات اللي هي تمتلك عناصر قوية في أفريقيا مدربهم على مستوى علي جدا ان هو كمدرب يقدر يغير الخطة حسب مجرؤيات اللعب وحسب المباراة وصير المباراة ده حاجة طبعا عظيمة جدا مش اي مدرب يعرف يعمل النموذج ده وقدامنا نمازج كتيرة جدا في كاس العالم ما قدرتش انها تعمل المدرب نيجيريا قدر يعمله ان انت تغير من لعيبة وتغير مراكز لعيبة وعندك حلول ان انت تعاوب بها لعيب زي ما انت قلت احمد موسغي ناعد احتياط الماتش اللي فات الماتش ده شوفناه بيهد بيجيب جنين هدف نيجيريا التاريخي كان جاب جنين بكده في كاس العالم 2014 والنهاردة وجنين فمدرب صراح عبقري ففعل مدرب عبقري ومن مدرب القلائل اللي هي بنشوفها في كاس العالم بتقدر تمتلك كذا خطة تقدر تلعب بيها خلال سير المباراة طيب ما عليش بقى يعني عليش انت ليه احنا بقى عندنا مدرب راجل محترم باسم كوبر ما بيغيرش الطريقة بين اول ما جيه بقى لو سنتين تلاتة اوه بيلعب نفس الطريقة ليه انا بس عندي ازمة كمان يعني ميستر كوبر ما بيغيرش الطريقة في الماتشات الوديه اللي هي المفروض تعتبر حقل تجارب للمنتخب قبل الدخول في اي مباراة رسمية من اول ما جيه ميستر كوبر والمنتخب بيلعب نفس خطته اربعة اتنين تلاتة واحدة ما عندوش حلول حتى لو لعيب من القوامل الاساسي المنتخب تصاب وده شفناه مع محمد صلاح لما محمد صلاح غاب المتشات الودية اللي خدناه اللي خاضناها المنتخب او المتشات الرسمية منتخب مصر لا يملك حلول بنفس مع كوبر بسبب الطريقة اللي بيعتمد عليها لازم يبقى عندو حلول لازم يبقى عندو فكرة لو صلاح مش موجود ازاي نلعب باتنين مهاجمين وتحتهم لعيب بلاي ميكر يقدر يحرك اللعب ازاي مين اللي ممكن يعوض مكان صلاح هل ترزيجيه حتى ترزيجيه بدأ يجيبه من ناحية الشمال اليمين عشان يقدر يعوض مكان صلاح معنا كان انت معندكش لعيب في منتخب مصر يقدر يعوض مكان غياب صلاح اه صلاح نيجمع وكل حاجة لكن في النهاية احنا لازم يبقى عندنا حلول للمنتخب حلول نقدر نلعب بها في كاس العالم حلول نلعب بها في ممتشات ودية واعتقد ان المنتخب مصر مستقفى في كاس العالم كان المباريات الودية اللي اخضها في الفترة الاخيرة يعني خير دليل ان هو ده كان هيبقى مستقفى في كاس العالم موضوع مش مفاجئة يعني ولا حاجة اشتركوا في القناة